السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلم تابعين يارب تكونوا بخير هنعمل النهاردة الفراخ الكنتاكي المعرمشة اللي بتدوب وطرية وجميلة وهتحب طعمها اللذيذ وقبل ما نبدأ الفيديو نسمى الله ونسلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم بكل جديد والمقادير بتاعتنا النهاردة عبارة عن طبعا فراخ بجيبها وبعمل لها محلول بحطها في مية وملح بحط لها لمون وخل يعني بخلها بيضة وجميلة بقدرنا النهاردة عبارة عن البهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن بوارات فراخ او السبع بوارات ونحط فلفل وطبعا ملح وبابركة وتوم بودر وبصل بودر ويريت لو فصين فرش عندك افضل كمان ونحط كل ده في الخلاط معاهم زبدية ومعاهم كباية لبن ولمونتين كبار ومعلقة خل ومعلقتين دقيقة ونحط كمان معلاقة نيشة كبيرة ونحط بيكربوناتو بيخلي الاااو ما عندكيش بيكربوناتو اللي بنحطه لل للطعمية ممكن لو عندك بيكن بودر بتحط معلقة بيدي هشاشة لل للفراخ وميخلقاش مكتومة وبتبقى مقرمشة وجميلة قادمة الفراخ هنحط عليها الخليط اللي احنا عملناه تدبيله وحطينا معاهم كمان مرأة دجاج واحدة مرأة دجاج في الخلاط كل ده يديك الطعم الجميل اللي انت عايزاه للفراخ المتقرمشة الكنتاكي هنجيبهم ونخرجها من التلاجة كل ما تسيبها في التلاجة اكتر كل ما يكون احسن فيه ناس بتعملها قبلها بيوم ممكن ساعتين في التلاجة هنحطها في البيض وبعدين في البقسمات طبعا كل ده ما نكرر نفس الحكاية من البيض والبيض طبعا حطين فيه فلفل وشوية خلص غيرين تمنع اي زفارة وطبعا حطين في الخلطة دي كلها طبعا ملح مع مرأة الدجاج اللي احنا حطناها مش هنحتاج ان احنا نحط ملح تاني نحط ملح بسيط منقرر الحكاية زي ما احنا شايفين ونكون جايبين طاصة على البتجاز وحطين فيها الزيت عشان لازم الزيت يكون بيغلي سخن قبل ما تنزلي فيه الفراخ اللي احنا مجهزنا عشان على طول بتاخد صدمة وبتتحمر وبتبقى مقرمشة وجميلة جبنا الطاصة وحطنا فيها الزيت واول ما الزيت يسخن ننزل الفراخ طبعا لما بتاخد اللون الدهبي بنقلبها على الجنب التاني وده شكلها لما خلصنا المقادير كلها بتاعة الفراخ هنزينها بالبقدونس والطماطم وعملنا جنبها صلطة الطحينة ممكن اللي حابب يأكلها بروز ممكن واللي بيحب يأكلها بعيش وسلطة الطحينة وبطاطس محمرة بتمنى الفيديو يعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد والى اللقاء في فيديو جديد لدود إبراهيم بتمنى لكم كل خير وكل سنة وانتوا طيبين وبالفة هنا ترجمة نانسي قنقر